شهدت جبهات موريس مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع وينان والزيلة في القطاع الغربي لجبهة موريس وتمكنت القوات المسلحة المشتركة من إحباط وكسر محاولة الميليشيات بالتقدم وكبدتها قتلى وجرحة أجبرت على إثرها الميليشيات بالتراجع والفرار وكانت القوات المشتركة قد رصدت تحركات لمجاميع من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران خلال محاولتها التسلل وردت عليها حسب قواعد الاشتباك وصدتها من التقدم على الجبهة بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد